اشتركوا في القناة هذه الحصة الخاصة في اطار فعالية نصف اليوم المفتوح الذي تنظمه اذاعة والجزائر من تبسة حول الوقاية من وباء كورونا كوفيد 19 اذا نستضيف في هذا اللقاء الاثيري المباشر والخاص سيد والي ولاية تبسة محمد البركة دحاج مرحبا بكم سيد الكريم ومشكور على تلبية الدعوة اهلا وسهلا شكرا احتراماتي لكل مستمعي داعة تبسة الجهوية وشكرا على الاستضافة نعم اذا سيد والي ولاية تبسة ونظرا للحالة الوبائية التي تعيشها الجزائر عموما وولاية تبسة على الخصوص بارتفاع حالات الاصابة بوباء كورونا تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس العودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة الثامنة مساء الى غاية السادسة صباحا في الولايات الاكثر تضررا من انتشار وباء كوفيد 19 ايضا امر السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء بضرورة تحسين تسيير مخزون وانتاج الاكسجان مع التحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع خاصة وان طاقة استعاب المرضى لم يتجاوز 56% كما دعا رئيس الجمهورية ايضا الى اطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشآت واجهزة التموين بالاكسجان بالمؤسسات الاستشفائية وكذا اقتناء وحدات انتاج متنقلة للاكسجان فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية طيب سيد دوالي الولاية وبناء على هذه القرارات ما هي التدابير الوقائية المتخذة على مستوى ولاية تتبسة طبعا في ظل الوضعية الصحية الحالية ومع الانتشار الواسع لكوفيد 19 بالولاية وكيف يتم تطبيقها وما هي العقوبات المقررة على كل من يخالف هذه التدابير تفضل شكرا أقبل ما نتحدث على الإجراءات المتخذة والتدابير وكل ما هو قانوني في هذا الإطار بودي أن أتطرق لما هو أهم اللي هي الوقاية الوقاية أفضل من العلاج هذه أكثر من أربعة شهور أكبر منذ بداية المرض ونحن نلح على احترام البروتوكول الصحي على ارتداء الكمام على احترام التباعد على غسل يدي بانتظام إلا وكل هذه النصايح وكل هذه التحسيس وكل عمليات التي قيمت إلا وضربت أعرض الحياة من طرف بعض من الأشخاص ربي سامحهم اللي خلوا المرض تفاقم وكترة العدد المصابين بودي أن أنوه أن أفضل طبيب للإنسان هو نفسه أكيد أفضل طبيب للإنسان هو الإنسان اللي يتفادى تصرفات لتدلها لك لما نشوف منذ أيام بعض أيام قليلة من قبل أسواق إنتعنا شوارع إنتعنا تقول كورونا إلي اليوم اليوم في الطريق ورني جاي تشوفي ناس يعني باستهداء باستهدار ومن بعد مهما كانت الكميات اللي تعالوا أكسجين اللي تجي مهما كانت الهياكل الصحية اللي تتوفر فراهي ما تقدرش تكفي كل سكان الولاية إلو كان المرض يوصل للحد والداء يعني المواطن لازموا يكون مواطن لازموا يحتارم قبل الخوف من القانون الخوف من المرض الخوف من الموت الخوف من هالك الأسرة أنتعو الخوف من هالك أبا الخوف من هالك الوالد أنتعو الخوف من هالك الأسرة أنتعو الخوف من هالك جيران أنتعو إلو كان ما يكونش يعني احترام وإجراءات بسيطة مراش يطلب المستحيل من هؤلاء ارتداء الكمامة واحترام يعني مسافة التباعد هل هذه يعني شروط تعزيزية شروط بسيطة لا تطلب إلا روح المسؤولية والمواطنة لكن دخلوا في الإجراءات أنا بودي الإنسان لما عنده ميدر براه يريح في البيت بدون ما نطبق عليها الحجر لأن الحجر اليوم راه من ثمانية إلو كان يستمر الوضع يولي الخمسة وإلو استمر الوضع يولي كل نهار الإنسان والمواطن هو اللي طبيب نفسه وهو اللي يفرض الحجر على نفسه لأنه لما يريح في البيت المرض ما يجيش للبيت المرض ما يتحولش إلو ما رحت له أنت أره ما غادش يجيك يحوص عليك في البيت نتعك لأن كل مواطنين ندائي ورسالتي إلى كل مواطنين وليت بسا اللي ما عنده ميدر براه يريح من فضله حماية على نفسه حماية على الآخرين أنه يريح في بيته الإجراءات القانونية غير استكمال لما يقوم به الإنسان لما يحترم البروتوكول الصحي إنسان بطبيعة الحال عنده مصالح عنده يقضي في السوق يقضي في ولكن يحترم الإجراءات الواقعية واللي ما عنده ميدر براه ماذا به أنه يريح في البيت كما تعلمون البارحة كان مجلس الوزارات تحت رياصة سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تابون وبعد المجلس الوزارة والإجراءات التي اتخذت في عدة قطاعات من بينهم مكافحة ومتابعة مرض كورونا كان قرار سيد الوزير الأول بإتخاذ إجراءات لوضع حجر جزئي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا هذا الإجراء الأول باش نأكد برك كل هذه الإجراءات أراها في صالح صحة المواطن أراها ما كان حتى إجراء يتخذ اللي يضرب المواطن كل هذه الإجراءات تمشي في إطار لأن بعض يتصور أن الإجراءات هديرة ضعية وال بالعكس كل هذه الإجراءات تروح في إطار الحفاظ على صحة المواطن وكسر سلسلة العدوى يعني إذا كان الناس لم يطبق البروتوكول الصحي وكالناس لم يتلتزم بإحترام كل القرارات الصادرة يعني يذهب ل ملايك ماذا عقباء يعني لا ينفع الندم لا ينفع البوكاء لا ينفع لا يرحم والديك ضبر لي علبا أوكسيجان لا ينفع الأكسيجان تعربي يعني حتى واحد لا يقدر الوكسيجان هذا باش نحافظ عليه ندير الكمامة ونحترم التباعد ونغسل اليد بانتظام ونتفاد أي تجمع أي تجمع أكثر من شخصين أو تلت أشخاص نتفاد أيام أيام قليلة ونحن في عدد كبير كبير جدا المصابين بالكورونا سنعود سيد ولي ولي تبس لمواصلة ما تبقى من هذا اللقاء الخاص بعد هذا الفاصل الموسيقي ثلاثون دقيقة بعد الحديث عشر صباحا على أمواج الإذاعة الجزائرية من تبس عنوين النشر الإخبارية مجلس الوزراء يقرر العودة إلى نظام الحجر الصحي من الثامن مساء إلى السادس صباحا في الولايات الأكثر تضررا بدءا من اليوم رئيس الجمهورية يشدد على رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات ويعمر بإطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجان في المستشفيات إذاعة تبس تنظم نصف يوم مفتوح للوقاية من وباء كورونا وتكيف برامجها مع الحدث من خلال لقاءات وفضاءات خاصة وروبرتاجات إخبارية مدير الصحة والسكان بيتبس يؤكد أن الوضعية الوبائية بالولاية كارثية ويدعو المواطنين إلى الامتثال لشروط الوقاية واحترام إجراءات الحجر المنزلي إقبال للمواطنين على التلقيح ضد كورونا لحماية الصحة العمومية اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة المنظمة عبر الخط لتعريف الطلب الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا على الاختصاصات التي تناسب معدلاتهم ترقبوا التفاصيل عند منتصف النهار السلام عليكم معكم أخوكم كامل بوعكاز أنا درت البريمي فاكسين والتي نجيت على جهل الرابد وحبيت نقتلم هذه الفرصة باش نقول لكم تانيك أنتم مركم معنين بالأمر باش نديروا هذا الفاكسين لازم تحافظوا على والديكم على باباكم على إماكم على أخوتكم على أصحابكم على أولاد الحومة حافظوا على بعضنا باش نحافظوا على بعضنا بهذا الفاكسين وراه باطل في المستشفيات لبولي كلينيك لشابيطر والجوامة أدور حاضروا على بعضكم المؤمن يحب الخير للخوة احنا نخاوة لازم تحافظوا بعضنا بالتلقيح ضد كوفيد 19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم نرحب بمستمعين الأفاضل وبمستمعاتنا الفضليات ضمن هذا اللقاء اللقاء الأثرية الخاص في إطار فعاليات نصف اليوم المفتوح حول الوقاية من وباء كورونا كوفيد 19 مجدداً سيد دولي ولاية تبسة نعود للتدابير الوقائية المتخذة ضد كوفيد 19 ونتفصل أكثر فيما يتعلق بالنشاطات التجارية منذ أيام فقط تم اتخاذ تدابير هل بالنسبة للتاجر خذاء بعين الاعتبار هذه التدابير حسب تقييمكم الأولي أيضاً بالنسبة لخطوط النقل فيما بين الولايات شكراً وعلى كل حال في ولاية تبسة اتخذنا بعض من الإجراءات مسبقاً لتفعيل بعض من الإجراءات لأن الوضع أولاً نحن ولاية حدودية مع الجارة تونس اللي كان الوضع فيها يعني مرتفع جداً بحكم الجورة بطبيعة الحال يعني نتخذوا إجراءات وقائية احترازية لتفادي انتشار هذا وشيء اللي خلنا أنه في المجلس الأمن الموسع المتعلق بمكافحة كورونا باستباق في اتخاذ بعض من الإجراءات اللي كانت تسمح لنا أننا نتفاد باحترامها بطبيعة الحال باش نتفاد تكاتر الإصابات بهذا المرض الفتاك على كل حال على قرار المتخذ من طرف السيد الوزير الأول البرح واللي يرجع الحجر من الساعة الثمينة إلى السادسة صباحاً فيه عدة قرارات أخرى تتعلق بالمتاجير تتعلق بالنقل تتعلق بال تتعلق المنتزهات المنتزهات إلى آخير سندخل في التفاصيل ولو هي تفعيل لأن بعض من القرارات لم تحزف منذ بداية إلا ونظراً لتخفيف الوضع في مرحلة معينة الجميع ظن أننا انتصرنا على كورونا إلا هذا الفيروس المتحور يتعقلم مع الأوضاع ويأتي بخطورة أكبر المرحلة الثالثة أصعب وأخطر من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لأن أغلبية المصابين يحتاج إلى الأكسجين الأكسجين يحتاج إلى آلات ممكن يكون عندك الأكسجين وما عندك الآلات التي تعملها على المريض بدون الفايدة المشكل ليس مشكل أسيرة نقدر نوفر في وقت قاسير أكثر من 3000 سرير يعني بتجنيد كل وسائل متوفرة سواء تعلق الأمر بالفناديق أو قاعة الرياضة أو تكويل المهاني الأحياء الجامعية نقدر نوفر ولكن سيد الوالي خذتوا بعين الاعتبار دارين دارين خطابة خطابة ولكن سرير بدون أجهزة طبية لتسمح التكفل لأن هذا لا يوجد مريض ونضع في سرير ونعطي لازم أكسجين لازم الأسيرة تكون تواقم طبية وشبه طبية كذلك تعبوا الأطباء والشبه الطبيين وكل عمال الصحة تعبوا أكثر من عام ونص وهما يكافحوا في بعض من الأحيان الناس لا تحس بالشي اللي يعانوه صدقيني يعني هم في بعض من الأحيان حتى لزاقريسيون حتى لأن بعض من الناس تؤديهم بكلام خارج من الموضوع بتصرفات غير لعيقة وهم أرهم الأوائل أمام المعركة ذولهما الأمور راحت لملاي وحمد عقبة لازم نحترموهم لازم نقدروهم لازم نشكرهم على التضحيات اللي يراهم يقدموها نقتنم هذه الفرصة لأنانية نقول أنانية لأن ناس كل يدار لفاكس يعني أطر عليها معا من تعيش تبقى وحدك غير نتيل لفايق غير نتيل ولده فتحنا عدة أماكن خاصة في المناطق التي تعرف عدد كبير المصابين بكورونا حتى على مستوى الأحياء لركزنا فيها عدد كبير من فتحنا مراكز للتلقيح نوعا ما في الأيام القليلة الآخرة فيه فيه إقبال المواطنين على التلقيح ولكن نواجه رسالة إلى المواطنين وليتبس أنهم يتوجهوا لمواقع التلقيح لأن التلقيح متوفر ونقدر نوفر أكبر عدد نتعل القيحة إذا اقتضى الأمر أننا نحضر أكثر من 200 ألف جرعة نجيب 200 ألف جرعة لأن اللقاح متوفر ما عليهم إلا يتقدموا لأن تلقيح أراه ماهوش دواء أراه يحميك يحميك باش ما تدخل في المرحلة الخطيرة أنت على المرض حتى يلوح حكمك المرض مايأطر عليك كما ما تكون ملقح الجسم يكون مهي نفسه لمكافحة هذا المرض الفتك نعم نعود سيد الولي للنقطة المتعلقة بمادة الأكسجان وبالنظر إلى الحالات المتزايدة وامتلاء المستشفيات هل فيه توفير هذه المادة الحيوية هو فيه على كل حال خالية على مستوى الوزراء الأولى اللي ياره يتبع بانتظام يعني كل مستشفى على مستوى الوطن الكمية المتوفرة لديه عدد المرضى في المستشفى هداك شحال الكمية هذه تشد من ساعات أو من يوم أو من وعلى أساس يعني كل متطلبات كل يتم التزويد في بعض من الأحيان يكون تدبدب في إيصال المادة الحيوية هذه ولكن احنا دايما نتخذ إجراءات وقائية قبل ما يكون أننا نصغل في بعض من الأحيان لزوبيد أكسجان يعني قراء نتع الأكسجان لنوجد دايما عدد ليسمحنا الفترة ما بين إلحاق السيترن الخزانة سهاريج سهاريج تموين أنت عمدت الأكسجان أنا نقدر نشد ساعة أو ساعتين باليبوت ولكن أنا قلت مهما كانت كمية الأكسجان المتوفرة طبيب الإنسان هو نفسه يعني الحيطة والحذر إلو كان يكتر العدد أنت على المصابين اللي في حاجة إلى مادة الأكسجان مهما كانت الكمية التي توفرها ما غد يش تكون كافية ولتفادي الوصول إلى هذه المرحلة أنادي 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 مواطنين ولا يتمس الالتزام بكل إجراءات البروتوكول الصحي ووضع الكمامة احترام تباعد غسل يدي بانتظام بالجال عدم الخروج من البيت إلا في الضرورة القصوى وإن شاء الله بهذه التصرفات وندعو ربي أنه يرفع علينا هذا الباء والبلاء إن شاء الله بهذه التصرفات نتغلبوا كما تغلبنا على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية نتغلبوا على هذه المرحلة الثالثة ونزرع أمل في كل واحد كل واحد مدى به أن يعيش بدون مرض كل واحد مدى به أن يعيش في محيط سليم كل واحد ولكن باش نوصلوا هذا هذا المستحب كل واحد يجب أن يلحب الدور وليس بعد قال ما مفروش لسرير ولا ما مفروش للأكسجان ولا ما داروش لأن الإنسان هو اللي وصل رحول لهذا المكان نعم شكرا لك سيد والي الولاي أنا أتمنى الصحة والعافية للجميع شكرا لك مجددا سيد محمد البركة دحاج والي ولا يتبس شكرا لكل من تابعنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة